سألتك سؤال قبل شوي عن الصوفية وسألتك إذا كانت هي طريقة فلسفية هل هي طريقة فلسفية؟ لا ليست أبدا طريقة فلسفية لأن الفلسفة تقوم على مناهج عقلية يعني على استدلالات وبراهين وأحكام وقضايا يقدمها الفلسوف على النظرية التي يؤمن بها يعني يوجد قوة داخلية للبرهان الفلسفي تقوم على المنطق أما التصوف هو حالة غير منطقية تعتبره حالة غير منطقية طبعا لأن ما يشعر به الصوفي لا يمكن نقله إلى الآخرين بلغة معيارية منطقية أو بلغة مقبولة بين الناس وبالتالي هناك تعارض مع الفلسفة بتعتبر تماما تتعارض مع الفلسفة تماما فإذا ما هي فلسفة المتصوف؟ فلسفة المتصوف أنه إذا أراد التعبير عما يجول في نفسه من مشاعر ومن واردات إلهية كما يسميها المتصوفة فهو في هذه الحالة سيلجأ إلى الشطح فالتعبير عن الحالة الصوفية يتجلى في الأدبيات الشطحية في تاريخ التصوف الإسلامي يعني تعتبر أن هناك شطح في الأدبيات التي نتجت عن التصوف في بعض الشطحات ولا شك يعني عند المتصوف الكبار مثلا من أمثال الحلاج أو البستامي أو ابن عربي أو السهروردي توجد شطحات لا نستطيع أن نقولها الآن يعني فهي تؤدي إلى نوع من القفزة نحو المطلق يعني نحو تجاوز كل القيود وقطع كل الروابط مع العالم الدنيوي حتى يستحيل المتصوف أو يتحول إلى نور خالص يعني وبالتالي التصوف هو خروج من الحالة الإنسانية ورفض لها هو خروج من الحالة الإنسانية ورفض إلى تماما تماما ما ممكن يكون تماهي مع الحالة الإنسانية أنا برأيي مثلا أقدم لك مثلا أنا لست متصوفا ولا أؤمن أصلا أنا بآراء الصوفية كقناعة داخلية لي ولكن أحترمها فمثلا الحلاج هو من أنصار وحدة الشهود أو الحلول يعني ترادف بين المصطلحين وحدة الشهود معناها أن يتعرف الله ذاته في قلب عبده وهنا العبد أو الإنسان لا يستطيع أن يصير إلها كاملا ولا يستطيع أن يعود إلى إنسانيته لاحظت معي فلذلك الحلاش كان يسير في شوارع بغداد ويقول يا أهل الإسلام أنقذوني فليس يتركني ونفسي فآنس بها وليس يأخذني منها وهذا دلال لا أطيقه بعدين صار يقول يا ثقات اقتلوني يا ثقاتي إن في قتل حياتي وبقائي في صفاتي من قبيح السيئات سئمة روح حياتي في الرسوم البالياتي يعني يريد أن يتحرر من هذا الجسد فالجسد حجاب وحتى أن بعض المتصوف الكبار يقولون يسمون جسمهم أو جسدهم السوى ماذا يعنون بالسوى يعني الآخر يعني الحجاب فاستطاع المتصوف أن يكتنه أعماق الألوهية وأراد أن يصل إليها وأراد أن يقطع كل العلاقات الدنيوية من أجل أن يتحول إلى ماذا أن يتحول إلى ينبوع الأسرار وين عبر عبر إذا هيكي شفنا خريطة عن الأماكن التي تنتشر فيها الصوفية شو بدلنا بأي مجتمعات تزدهر الصوفية وبأي مجتمعات ما بتلاقي مكان أنا برأيي تزدهر الصوفية في المجتمعات الإسلامية ليش؟ لأنه قلت لك أنا أنه الإسلام في حد ذاته في حد ذاته هلأ الأستاذ بديع قال أنه الإنسان يبحث يعني إجباري بده طريقة للتعبير عن محبته الشريعة وحده هي قانون ولكن في طريقة لتطبيق القانون قد تكون هي الصوفية أحسنت أحسنت أنا أريد أن أقول يعني تعقيبا على الأستاذ بديع بديع وتكمل لكلامه أو استئناف يعني نعم فقلت أنا أنه الإسلام بحد ذاته بصفته دينا يحمل عناصر غنية جدا لتطويره من الداخل هذه مسألة مهمة جدا وإذا ذهبنا إلى الآراء الغربية عند المستشرقين مثلا فمثلا المستشرق الفرنسي هنري كوربن يرجع أصل التصوف الإسلامي إلى تأثيرات إيرانية مثلا على سبيل المثال ويليام جونز مستشرق إنجليزي يرجعه إلى تأثيرات هندية يعني تأثيرات من أسفار الفيدا وإلى ما هنالك ويعني توجد تأثيرات كثيرة ولكن المستشرق بس هي التأثيرات ما العلاقة بالدول العلاقة بالتيارات الفكرية الموجودة بهذه الدول يعني نحكي عن بلاد فارس نحكي عن زرداشته والهند أحسن فبالتالي لكن المستشرق الكبير لويس ماسنيون وأنا برأيي رأيه قاطع هنا وحول الدراسات الصوفية تحويلا جوهريا أو أحدث فيها انعطافا كبيرا ماسنيون يرى أن تلاوة القرآن الكريم بصوت عالي وسماعه هو من العوامل المكونة للتصوف ولأبعاده الجمالية في فكرة السماع عند الصوفية ألم يكتب المستشرقون مثلا إذا عم تحكي عنهم ما كتبوا عن التصوف إلا في الإسلام يعني ما في نصوص تتحدث عن التصوف طبعا مثلا المستشرق الألماني كارل هينريش بيكا مثلا يقول أننا في المسيحية لا نجد تصوف لماذا؟ لأن المسيحية بحد ذاتها بصفتها دينا صوفية في العمق بسبب فكرة الأب والابن وإلى آخره فالعلاقة بين الأب والابن في التصور المسيحي هي صوفية بحد ذاتها فأنت لا تستطيع أن تستنبط تصوفا من ديانة ماذا؟ في أصلها هي صوفية طيب وغير أديان هل مثلا بالنسبة للبوزية؟ نعم البوزية تنطلق من قاعدة جوهرية أن الوجود بما هو وجود شر مطلق ولذلك لابد من الخلاص بإخماد الحواس للوصول إلى النيرفانة وبالتالي نصل إلى درجة البوزة أي المتنور الذي انطفأ من هذا العالم وانتهى منه يعني في تقاطع فكر لا برأي لا لأن البوزية هي قطع للصلاة مع الوجود بينما التصوف الإسلامي بناء لعلاقة جديدة مع المطلق لحظت عند البوزية لا يوجد إيمان بالمطلق يعني بالفكر الهندي عموما نجد تجاوزا لفكرة الألوهية الموجودة في الإسلام معناتها في تقاطعات بالطريقة وليست بالعقيدة ممكن أحسنت يعني ملاحظتك في مكانها تماما يعني الطرق متشابهة ولكن الغايات مختلفة الغايات مختلفة